انا من ساعة ما خربت. ما كنتش كيسة. اصلا مش مزبوطة. في حاجة غلطة. اه. فبعدها بكام يوم بدأت اتعب. تعبتي بعدها. اه بعدها كنت روحتي البيت بقى خلاص. اه. بدأت اتعب. نكلم الدكتور مش بيرد علينا. لو الدكتور المعالج. مش بيرد نهائي علينا. ابعت بغويسات على الواتسات مش بيرد. ما فيش متابعة بعد العملية? خلاص. ما فيش. نهائي. فاضطريت ان انا اكلم الدكتور المساعد بتاعه. فكلمته فبيقول لي معلش يصل به في مؤتمر. وقاعد يقول لي. طب انا تعبانة. انا مش حاسة بنفسي انا تعبانة. تعبانة جسديا كلك. ما كانش ادرعك بس. كل وجعني جسمي كله وجعني ومش متقبلة الاكل نهائي. غير انه اماكن اللي شفت فيها الجبون كان حقني خدي. اخدي وارم. اه كان رجلي من هنا واجعيني. شفت ان هو شفت من هنا برضو. من الاماكن اللي هو شفت منها. هو انت سوايا وانت مش متفقين مع بعض هتعمله ايه? لا هو ما قاليش ان هو هياخد من الرجلي من هنا. بعد ايه? انا عرفت من اه اكيد في اثار في الجسم. بالاثار. بالضبط. بتاعت الحقني ولقيته حائن من وره. عشان بيقول لي تنسق الجسم. حائن من وره. ولقيت اللي هو حقن وده منزد المادة صفرة ريحتها وحشة جدا وما بتطلعش. يعني لو نزلت على حاجة ما بتطلعش كانوا بياخدوا الميليات يرموها. لو نزلت مني وانا راح حصري الطايلت بالمية ستخنة وكلور مش رادية تروح. ده مادة ولا ده دهون في الجسم. ده دهون بقى صديد. الله اعلم اني حصل. ايه مادة انا اتصلت. اتصل وطبعا اديت اختي نمرة الدكتور اللي هو المساعد بتاعه. اتصلت بي. قالت له شايماء تعبنة جدا. والدكتور مش بيرد علينا. كانت تتصرف. بيقول لها هاتوها وتعالوا على العيادة الدكتور. قالت له مش عارفين ننزلها. تعبنة جدا. فلو سمحت تعالى قال لها انا عشان اجي هفض منكم الفين. قالت له خد اللي تاخدوا المهمة عائلة. فجيه فعلا. فشفني اه ماما بتقول له يا بتعاية البنت تعبنة جدا. وكل اللي طالع عليها عما لا تشرب امريندا. قال لها ايه مشكلة سبيها تشرب امريندا. قلت له ما بتاكلش. امريندا اربعة وشرين ساعة. قال لها سبيها. ما فيش مشكلة. فبيقول لي انتي لبسك كرسية ولا لا. فانا بغسله وانا في حالة يعني ما بين مركزة ومش مركزة معين. قال له لا انا قلعت وانا تعبنة. قال لي لا لا لازم تلبسيه. وانا لبسني الكرسيه تاني. واختي بتقول له على المد الصفر انها لا لا دي حاجات يومين كده وهتقف. وام كاتب ورقة. الورقة موجودة معي. بخطئ دي. كتب فيها ادوية. اه. ورسين قبل الاكل ورسين بعد الاكل. اه. بزبط. ومرة واحدة ساعة خمسة. يقرر. وانا الادوية دي. وانا الادوية دي تاخدها. اه. اه. وخد الفلوس ومشي. اه. بعد كده بقى اللي هو بدأت بعدها يعني اعتقد بيوم او يومين بالكتير قوي. خلاص بدأت زي اللي هو ايه في شبه غايبوها. خلاص انا مش حاسة بيهم. وخلاص جسمي كله واجعني وحاسة بقلم فضيع. مفيش اكل. بعدين ايه اللي حصل? وقدم اتصل بيهم هما الاتنين بقى مبقوش بيردهم. لا ده بيرد ولا ده بيرد. فالدتي اتصلت با دكتور العيلة عندنا ودكتور صدر. فبتقول له يا دكتور احمد شايماء تعبانا جدا وحصل كذا كذا كذا. قال له بصي انا مليش في الكلام ده بس انا احولكوا على دكتور آآ تابعنا. يعني تابعي وكده اسمه دكتور طارق. عيادته في مصر الجديدة. ده اصلا متخصص في جراحات التجميل. روحتله. روحتله خدوني ورحتله. قال لهم الصديد اللي عندها ده ده اللي هو الدهون اللي اتحقنت من وره. عملت تسمم. والصديد ده لازم يتشال فورا. بقى اللي بينزل منها المدى ولازم الدهون تتشال فورا. لازم تتحجز. خدوها تبارك عباس العقايد وانا جايلكوا على هنا. روحت لمستشفى ثانية وتحجزت هناك. اه تبارك عباس العقايد طبعا. كل ده اي علاقته بالدراعج. عمله تحليل. اه. لا السكة عاني جدا. جدا. لدرجة ان انا مش هينفع دخل عمليات. لما روحت تبارك عباس العقايد. وانتي مكانش عندك سكر. مكانش عندي سكر. مكانش عندي سكر بدأت اللي هو ايه. بدأت احس بقلم. بس اسمي كله بيوجعني. انت مش عارف اتميز. مش عارف اميز ايه اللي وجع في الظبط او. ايه اللي سفى بالواجع بك. فقعد دكتور طارق يحاول ينزل السكر. فقال لهم. قال لأخوتي لازم تروحوا مستشفى تحاول تنزل فيها السكر. اه. رحنا بجنزوري. اه. خرجت. اه. الجنزوري كانت تقريبا عشرة لربع. اه. دخلت الجنزوري عملوا شوية تحاليل. كنت انا ساعتها وهم في الطريق اختي جابت كباب وكفتة وكده وانا كنت لما خرجت من المفتاش في حسيت ان نفسي هدية شوية. اه. وكلت منها سبعين كفتة. فلما روحت الجنزوري لقوا السكر مزبوط بس السوديوم عاني. فعملوا تحاليل طبعا ايدي الشمال كانت واجعاني جدا ولونها مغمئة. فالنورش لما جاءت تاخد مني. اه. 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 تحط فيها اي ابرة. انا رفضت تماما. تماما. انا مش مستحملة وجعها. حطي في اي مكان تاني في جسمي. فاخدت عينة من ايدي اليمين. وركتبت لي كانولا في رجلي. لان ايدي الشمال دي ما كنتش. لدرجة ان انا قمت من على السرير ونمت على كنبة زي كده. وحطيت ايدي الشمال ناحية الحيطة. عشانتش قرب منها. من كتر مكان يتواجعيني. عملوا التحاليل وكده. بعدين قالت لها بصي معلش. احنا ما نبناش اخصائي سكر. وحالة اختك ما تنفعش. قالت لأختي وبابايا كده. وحالة اختك ما ينفعش منها نستقبلها. وهي تدخلقين السكر بقى خلاص. يعني كده اختي كل ده وانتو مش عارفين ولا متابعين. احنا احنا مش عارفين اي حاجة لحد دلوقتي بس. ايدي كانت. هي نسبة غمقين وقلم فظيق. ده كل ده عشان ما فيش متابعة مع حالتك بعد العملية. كانت الكانولا اللي رجبت في ايدي مع التسمم اللي حصل. يعني الدنيا بوضع. فخاركت اختي كلمت دكتور طارق وقالت له شايماء بيقول السكر مظبوط يا دكتور يعني ممكن نرجع تعمل لها العملية. قالت بحفين وتعالي. رحت تاني تباركعة بس لقيد عملوني تحاليل من اول وجديد تاني. ده المفروض قبل اي عملية اجي اجراء لابد من تحاليل. نعرف حالتك الصحية ايه? قال ينفع انها تدخل عمليات. حدروها. قال الممريضات حدروها وانا جاي عشان تعمل العملية بتاعتي. ازالة بقى. اه. عملت بقى ازالة الدهون دي وكده وقبل ما فقت كانت استعبقت النشر بالليل. فجال الدكتور طارق يبص علي بعد ما فقت. فبيغيرلي قبل ما يغيرلي فبقول له ايدي. كنت انا بقى ساعتها لما فقت. بدأت احس بقلم ايدي. فبقول له ايدي مش قادرة منها يا دكتور. فبص ايدي كانت ثوابع ايدي عملت كل. خلاص. مش راضية تتعدل. اختي بتقول لي طب ممكن الدكتور يبص عليها فبيمسكها بيحاول يفرد الصباع زحك من الانم. فبيقول للممردة لو سمحتي خدال عيينة فكر من صباعها دكت. فبتدخل الابرة بتاع السكر مفيش دمها. فبقول لهم ايديها شكلها ما يطمنش. انا ههغير لها من وره وكمفود اغير لها بمخدر. بس انا ههغير لها من غير مخدر عشان تلحقوا تاخدوها وتطلقوا على عين شامس التفسوسي. في هناك اخصائي اوعية كبير جدا هبعد كل مكان. وفعلا غيرني طبعا. وانتم شنوت خايف كم من القلم اللي اللي تقلمته لانك المفروض يكون الغيار تحت مخدر. �يبار من غير مخدر. رحت عين شمس عملوا لي دبلر. اهل تقرير ده. ده كل دي اوراق المستشفى. ده كل دي اوراق المستشفى ده دخل طرق لعملك العملية. بالزبط. وده ده المحضر اللي انت عملت به. اه والاشعات مستشفى المعلمين. وده الاشعات امه وده مستشفى ثانية. وده التقرير بتاع مستشفى عين شمس التخصصي بتاع الدبلر. اه هما قالوا الاخوتي بقى. والبابا قالوا دي اه جلسة حدة في الشريان. عملت اه انسداد. والانسداد ده عمل غرغرينة. اه. فلازم اه بكتر فورا. فكلموا اهلي يعني وكده وماما وبابا قالوا لا نعرض الورق على حد تاني. وكلموا دكتور طارق. دكتور طارق قال هاتوه وبركعه تاني يا تبارك. دخلت تبارك عباس العقاف تاني. وبعد كده كان يوم الصبح اه فيه دكتور والدتي بتاع الاوعية. اللي ماما يعني بتروح له اه وده له الدبلر ده. اه اكد مواصل غير 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 واخيرش عليها اتنين على فكر. خلاص. لما اتقصر ان المرحلة دي خلاص للآن.